وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 522 قضية ميونية بمضبوطات بلغت 136 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنتم وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 72 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 732 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 28 طن أقماح محلية